وبهذه المناسبة أكد والي العصابة أن دولة تولي اهتماما كبيرا لإصلاح النظام التعليمي حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءة في هذا الصدد نحن اليوم مجتمعين لتشكيل وتنصيب اللجنة الجهوية لمتابعة إصلاح التعليم هذه اللجنة الجهوية نعطاه بها تعليمات من معالي وزير الداخلية واللا مركزية ومعالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي عدل تعميم مشترك ينص على المستوى الولايات للمستوى الجهوي يجب تشكيل لجنة جهوية لمتابعة العملية التعليمية وإصلاح التعليم ككل وهذه اللجنة عندها عدة مهام تنسيق عمل القطاعات المعنية بالتعليم على مستوى الولاية وإشراك الفاعلين المحليين في وضع السياسة المتعلقة بالتعليم ودراسة وإيجاد الحلول لمختلف القضايا والمشاكل التي تنطرح على المستوى الجهوية